لكن ماذا عن جماهير الزمالك اللي وردنا لكم شكلها من شوية وهي بتفرح وبتسعد وبتغني وبترقص تعالوا نروح للزميل خالد رزي يقول لنا الأخبار عنده ايه نسأل فلها خالد اتفضل تحياتي لك كابتن شبير بعد انتهاء مباراة الزمالك والرجاء بفوز مهم جدا لفريق نادي الزمالك وتأهله لنهائي بطولة دوري أبطال لأفريقيا في مواجهة اللالي في المباراة القادمة بإذن الله فرحة كبيرة جدا من ميت عقبة في محيط نادي الزمالك وأكيد سعادة حقيقة جدا من جمهور الزمالك العاشق للزمالك بصورة كبيرة جدا الجمهور بجد المحترم اللي كان بيأزي الفريق بصورة مهمة جدا خلت تعرف على آراء الجمهور العظيم بعد فوز الزمالك يعني شايف النهاردة مباراة الزمالك إزاي والله الحمد لله الزمالك لقى ماتش كويس أولا شوط الأول ما كانش كويس بس الشوط التاني بداعنا نمسك كراش كويس بعد أن نوصل للجون مدرب عمل آخر في التغييرات أي نعم بس اللعبك هتوفى على رجلها لحد داخل الماتش الحمد لله فوز مهم وصعود مهم الزمالك كان في حاجة أنه يوصل ناها أفريقيا من سنين ما خدناش بالطورة أفريقيا وإن شاء الله القادمة تقول لي اللعبت الزمالك أقول لهم كنتوا لعبها رجالة ولا قادر المسئولية أنتوا فصتوا على الرجاء وفاق تقول لي للنادي الزمالك مبروك للزمالك وكاسبك لعسي من مصر بأس في مصر تقول لي اللعبت الزمالك الرجالة بقول له من انتوا رجالة والله العظيمة وتفضلوا مفرحين tasty يا رب هم انشاء الله ناخدستة يا رب شفت النادي الزمالك bush لأ نادي الزمالك طول عمره و نادي كبير اي حد يتكلم عن نادي الزمالك نادي الزمالك طول عمره كبير ده النادي الملكي من قبل إياها بحالة تقولي الجمهور الزمالك النهاردة والعبت الزمالك و الأداء المهم رب الى الحمد لله نادي الملكي من شجعه من قلبينا بإحساسنا بكل عاجة من قلبينا طفل جميل موجود النهاردة معنا والأطفال كابتن شوبير دايما موجودين بيأزروا زمالك وزمالك هي بأصال بجد تولي النهاردة لزمالك أنا بحب نالزمالك جدا وكانوا عليهم حمل كبير جدا والحمد لله إن هم كسبوا ماتش ده وإن شاء الله أقبل الأهلي وهنكسب وهنجيب سكور يعني ماتش الجاي هقول مثلا في التلتة يمين فاكر أنا أول مرة جيت هكت من سنين مش هنسنى يومها لو ساعتها كنا سكتين سطرق الملعب مرة واحدة تشجع ملايين يتشرت العمر آه يا أبيض لو رحت فين عمري ما أحب زيك أنت لو حتى مين لو حتى مين واسمع كلامي أنا جنب النادي ذات العمر ما أمني أسامي ناس تمشي وناس تفضل بروحك أسبح ترامي أنا مش بريء لو كان حبك هو اتهام أيوة اتهام يعني كابتن شبير بسعادة حقيقية وفرحة كبيرة جدا من ميت عقبة وفرحة جمهور الزمالك العظيم نعود إليك مرة أخرى كابتن فلوسيا تفضل جابتن سعادة وفرحة مستحقة الجمهور الزمالك بالوصول لنهاء البطولة وأمل بالتأكيد في الحصول على اللقب السادس وزي أقول لكم مباراة ستكون مباراة من العيار الثقيل تجمع ما بين القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك في النهاء البطولة الإفريقية